اهلا بكم من جديد نبدأ كالمعتاد من الشأن المحلي حيث قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زيد الزياني ان مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وصلت الى 37% في عام 2016 واضاف الزياني في تصريحات لصحيفة الايام الى ان اجمال الصرف في القطاع السياحي في البحرين ارتفع من مليار دينار في 2015 الى 1.5 مليار دينار في 2016 بزيادة قدرها 50% واضح ان المعدل اليومي لصرف الزائر زاد من 72 الى 88 دينارا وفي السياق ذاته اشار الوزير الى ان مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي مطلع العام 2015 كانت 4.3% وارتفعت بنهاية العام 2016 الى 6.3% وذلك ضمن التزامنا برفع هذه النسبة الى 7% في نهاية العام 2018 في خبر اخر كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن اصدار اول ورقة استشارية امس لتطوير البيئة المناسبة لعمل المؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية جاء ذلك في انطلاق فعاليات المنتدى الاول لتقنية المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فينتك والذي يناقش اخر المستجدات في مجال استخدام التقنية الجديدة لتقديم الخدمات المالية بطريقة متكاملة وسهلة وفعالة اكثر مما هو مألوف حاليا فيما اكد مشاركون من كبار المصرفيين وخبراء التقنية المالية ضرورة قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد على مستوى المنطقة بتبني تشريعات متطورة تواكب ثورة التكنولوجيا المالية وتسمح بتهيئة بيئة عمل جديدة للشركات المتخصصة في الصيرفة الرقمية بما يحقق قفزة نوعية في مسيرة الخدمات المالية والمصرفية هذا المؤتمر مهم جدا بالنسبة لنا لانه يأتي في وقت المصرف البحرين المركزي اخذ مجموعة من المبادرات في تطوير انظمة رقابية تخص ما يعرف بتكنولوجيا المالية وفي هذا الشأن احنا استفادنا من هذا المؤتمر وجود هذا العدد الكبير في الواقع من المتخصصين سواء كان من المنطقة أو خارج المنطقة بنعرض عليهم تجربتنا ونشرح لهم ما قدمنا والمبادرات اللي نقوم فيها احنا في المصرف والمجلس التنمية الاقتصادي في سبيل تشجيع واستقطاب مثل هذه الشركات للبحرين سوق البحرين المالي كما تعلمون سوق تميز من حوالي 40 سنة بالتطور والابتكار ولا شك ان التقنية لم تكن شيء جديد على البحرين ولم تكن شيء جديد على البنوك العاملة في البحرين لقد كان دائما للبحرين بنية تحتية في مجال التقنية تضاهي افضل التطبيقات العالمية وايضا المصارف العاملة في البحرين تتميز بتقنية عالية والآن نترككم مشاهدين مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة